لا تزال الجرائم التي ارتكبت ضد متظاهري ثورة تشرين في العراق تلاحق منفذيها والمسؤولين عنها وحتى المحرضين على ارتكابها ويأتي في مقدمة المتهمين بتلك الانتهاكات رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي حيث رفعت خمس عائلات عراقية شك وقضائية ضده لدى النيابة العامة المقتصة بمكافحة الجرائم ضد الإنسانية في العاصمة الفرنسية باريس تفاصيل الشك والمقدمة ضد عبد المهدي الذي يحمل الجنسية الفرنسية كشفت عنها المحامية جيسيكا فينال الموكلة من قبل العائلات المشتكية حيث بيّنت المحامية أن عبد المهدي متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل التعذيب والإخفاء القسري لناشطين ومتظاهرين إبان انطلاق ثورة تشرين عام 2019 لاقتلاع نظام المحاصصة الطائفية المحامية أوضحت في شكوى المؤلفة من ثمانين صفحة أن رئيس الوزراء السابق لم يتخذ التدابير التي يخوله منصبه اتخاذها لمنع وقوع مئات الجرائم ودفع متعمدا باتجاه إرساء مناخ الإفلات من العقاب عبر التحريض ضد المتظاهرين وإلصاق مختلف التهم بهم وهو ما شجع على تكرار الانتهاكات ضدهم دون أي إجراءات عقابية ورغم محاولات عدد من أحزاب السلطة ونواب حاليين تبرئة عبد المهدي من مسؤولية قمع متظاهري تشرين غير أن رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي اعترف بأن أوامر قتل المتظاهرين وقمعهم كانت تصدر من مكتب عبد المهدي في بغداد خطوة من شأنها وفق مختصين قانونيين فتح الباب واسعا أمام محاسبة المسؤولين الحكوميين والأمنيين الحاملين لجنسيات أجنبية والمتورطين بقتل وإصابة وإخفاء المتظاهرين لا سيما وأن هذه الشكوى ليست الأولى من نوعها ضد مسؤول حكومي في العراق إذ سبقتها شكوى مباثلة في تشرين الثاني عام 2019 حينما أعلنت النيابة العامة السويدية فتح تحقيق بحق وزير في حكومة عبد المهدي متهم بالتورط في جرائم ضد الإنسانية